عقدت سعادة أسيدة أمنة بن تحمد الرميحي وزيرة الإسكان والتخطيط العمراني اجتماع عمل مع رئيس جمعية الصين للتنمية الخارجية أسيدهي زونوي وذلك في العاصمة الصينية بكين وخلال الاجتماع شادت الوزيرة الرميحي بالشراكات الناجحة القائمة بين البلدين واستعرضت أبرز المبادرات والبرامج التي تتبناها الوزارة لتوفير خدمات السكن الاجتماعي للمواطنين وجرى تسليط الضوء على الفرص الاستثمارية الواعدة في مملكة البحرين ومشاركة القطاع الخاص في توفير وتطوير الخدمات الإسكانية بالمملكة وبناء المزيد من الشراكات الناجحة مع الشركات الصينية الكبرى المتخصصة في هذا المجال كما استعرض الوفد التسيلات التي توفرها وزارة الصناعة والتجارة في مجال التنمية الصناعية ولسيما للصناعات ذات الصلة بتنفيذ المشاريع الإسكانية في المملكة كما تم التطرق إلى فرص الاستثمار في تنفيذ عدد من المشاريع التنموية في المملكة والمدرجة ضمن المشاريع الاستراتيجية لدى شركة البحرين للاستثمارات العقائرية إدامة من جانبه أكد السيد هيزينوي رئيس جمعية الصين للتنمية الخارجية حرص الجمعية على الإطلاع على تجربة مملكة البحرين في مجال توفير السكن الاجتماعي للمواطنين ولسيما بعد استحداث برامج الشراكة مع القطاع الخاص كما أعرب عن اهتمام الجمعية بالتعرف على فرص الاستثمار في القطاعات التنموية والصناعية في المملكة مؤكدا حرص الجمعية على دعم جهود استثمار الشراكات الصينية في تلك المشاريع وفي ختام الاجتماع اتفق الجانبان على مؤاصلة اللقاءات والاجتماعات الدورية والبناء على مبادئ التعاون القائمة بهدف تحقيق المزيد من النتائج المثمرة ترجمة نانسي قنقر